أهمية الكشف المبكر يعمل إيه؟ أنا دلوقتي بقى يجيلي في المركز بنات 16 و 17 و 18 سنة عندهم هواس سرطان السادي آه لكن ما عندهمش سرطان السادي ما عندهمس سرطان السادي لكن عندهم الهواس كتر ما هم بيشوفوا ويبحثوا عن السوشيال الميديا عن حملات التوعية الأعراض كلها متشابهة تقريبا بين أعراض ممكن يحسوا بيها هم والمرض نفسه منتشر يعني تقريبا دلوقتي ما فيش عيلة ما فيش شارع ما فيش عمارة ما فيهاش حالة سرطان سادي هم نتكلم تقريبا سرطان السادي 23 ألف حالة سنويا جديدة في مصر 23 ألف حالة سنويا مداد طب ضعفوا لل كل سنة طب هو ده نسبة دي زايدة في مصر وفي العالم كله ولا هي دي نسبة طبيعية بس بقت تحت الضوء لأن بقى عندنا طرق للكشف وبقى عندنا تمام ممتاز جدا الكلام ده فعلا صحيح أن النسب دي زايدة عن قبل كده بس هي نفس معدلات العالمية عندنا في مصر بس طبعا التوعية والهوس لأنها كلمة تعريبي خلي الناس تتحرك بسرعة دلوقتي وإذا هوس حميد آه يعني ده خلينا نتحرك بسرعة لأي أعراض ونبدأ الحركة دي أن هما بيتحركوا عشان الأعراض دي بتعلمهم كمان بتخلينا نتديني احنا فرصة نحن نعلمهم إزاي الفحص الزيتي ما هي الأعراض؟ إيه العراض اللي ممكن يجي لست أو بنت؟ الكشف المبكر تخلينا نربطهم ببعض كده أن دايما الأعراض عشان الناس ما تتخضش يعني الأعراض متشابهة جدا مع أعراض بتحصل كتير يعني أهمهم تتجاريسات الهرمونية كمان ممكن تبقى شابت لبنى يعني هي أهمهم اللي احنا مدتكلم فيها دي اللي هي كل كيعة في السادي دي أهم عراض تقريبا 95% من أورام السادي بتعمل كل كيعة أول ما تتساء كل كيعة صغيرة سواء بتوجع أو ما توجعش معرفش وإيه كل كيعة برزة ولا لما أنا أتحسس وأضغط أحسها جوة خلي بالك بقى هنا بنتكلم عن أهمية الكشف المبكر الكشف المبكر مش بس إن احنا نكتشف المرض الكشف المبكر معناها إن احنا نتعلم إيه طبيعة أنسجة السادي أيوة هي دي الفكرة من الكشف المبكر إن أنا لما البنت من أول سن العشرين سنة تتعلم إزاي الفحص الذاتي وده أهم طريقة من طرق الكشف المبكر عشان مش عشان تدور على حاجة موجودة عشان تعرف الطبيعي بتاع السادي الطبيعي بتاع الأنسجة هي تقدر تقولي لأ أنا حاسة إن حاجة مش طبعية دي موجودة قبل كده ولا تقولي لأ مكادش موجودة قبل كده عشان كده بنتكلم دايما النصيحة الكشف الذاتي أو الفحص الذاتي للسيدة اللي نفسها بيبدأ من سن بدري من سن العشرين واحد وعشرين عشان تتعلم وبيبقى في معاد معين من الشهر لأن السادي دايما طول الدورة الشهرية وهو بيتغير يعني لو حسته النهاردة عملت فحص النهاردة غير الفحص التاع بكرة لأن الهرمون في الجسم بيغير من طبيعة أنسجة السادي فداما بنثبت يوم معين اللي هو انتهاء الدورة الشهرية مع انتهاء الدورة الشهرية هو ده اليوم اه اللي هو من الخامس أو السادس أو السادس أبتدي أفحص السادس لأن الهرمون نزل من الجسم السادي ما بقاش مورم شوية فيبدأ الفحص طبيعي بيشتكوا دايما الثادي بيبقى منتفخ متورم تحبان تقيل في فترة الدورة الشهرية صحيح بعد نزور الدورة نخلص الدورة نخلص الدورة خالص نبدأ نفحص نفسنا الهدف مش إن أنا أدور على حاجة مش إن أنا أشخص نفس إن أنا عندي أورام أو لا الهدف إن أنا مع الوقت إيدي بتحفظ أكتر من الدكتور نفسه ألا دي مش طبيعي ده طبيعي فده أول عرض من العراض لكل كيعة مش شرط تكون بتوجع أو ما توجع هي منهج دعوة بقى هم كانوا منه زمان طالما بتوجع تبقى مش صغير أيوة احنا الكلام صحيح كتير الأمهات يقول لك إيه أو الخالات أو العمات حابا يبقى قلبي يقول لك إيه بتوجعك؟ لا الحمد لله أيوة حابيتي طالما وجعتك يبقى مش حاجة وحشة في أورام حميدة في أورام حميدة بتوجع وأورام حميدة ما توجعش أورام خبيثة بتوجع وأورام الخبيثة ما توجعش آه يعني 90% من الأورام الخبيثة ما بتوجعش لكن في نسبة موجودة بتوجع فمش دور ما أننا نقول أو هي بتكلم المريضة مش هل هي تقول بلأ بتوجع أو ما توجعش الحاملة موجودة الرئاسية والحاملة يعني يعني كلها موجودة لوقتي مهتمة جدا بسرطان السادس واتشت ما تخليش حاجة تفوتك